بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بطلاب وطالبات الصف الثاني عشر في هذا الدرس الاستثنائي حول القواعد وسنأخذ القواعد بشكل عام وسنبدأ بالبريزنت سيمبول ويمثل البريزنت اللون البنفسقي كما نلاحظ ينتبه الطالب في البرزنت سيمبول إلى هذه الأشياء يعني كيف الطالب يعرف أن الجملة في البرزنت سيمبول هناك تلميحات طبعا تأتي للطالب سنراها الآن وهي في كلمات تدل على هنا تكرار العادة طبعا نستخدم المضارع البسيط لو بريزنت سيمبول للعادات لنتكرر عادات في حياتنا وروتين متكرر فعشان نذكر هذا الروتين المتكرر فنستخدم أي ظروف التكرار تكرار هذه العادة فعندما يرى الطالب فعندما يرى الطالب هذا كلهم تدل على أن هنا الجملة في المضارع عشان الطالب يعرف أن الجملة في المضارع تمام أيضا هناك كلمات أخرى تدل على يعني التكرار يعني على أن الجملة في المضارع وهي وهي طبعا لما يكون الوقت محدد يعني أكثر محدد غير عندما نقول فلما نشوف هنا تدل على أنه في المضارع فانتبهوا لهذه الأزمنة لا تأتي إلا في المضارع البسيط فحفظوهن يا شباب هذا كلهم تحفظوهن يعني فيها وقت زمن تدل على المضارع أو ديلي ديلي ويكلي منثلي أنوالي كل دو دي إذن هذه كلها ظروف التكرار المايكات مفتوحة اللي يريد استفسر بأن العدد قليل أنا تارك المايكات مفتوحة وماشاء الله أنتوها ديد أي حد عندي سؤال يتفضل بخصوص هذه ظروف التكرار حد عندي سؤال شباب لا أستاذ إذن هذه ظروف تكرار تلميح للطالب بأن الجملة في المضارع تمام نعود إلى درسنا تمام إلى ماذا ينتبه الطالب في المضارع البسيط أول شيء ينتبه إذا كان الفاعل مفرد أم جمع يعني الطالب لازم يكون على علم إذا كان الفاعل يعني مفرد أم جمع سنرى هنا في الأنشطة هنا نلاحظ هنا يوجولك تلميح لك يا أيها الطالب أن الجملة في المضارع يبقى عليك أن تعرف الفاعل هل هو مفرد أم جمع أنا عامل تحته خط معنى ذلك أن الفاعل مفرد فماذا نضيف للفاعل عندما يكون الفاعل مفرد من يعرف الإجاب نضيف له إس إذن هذه ستكون الإجابة هيلبس إذن لو كانت ماي سيستارز أخوات إذن خليت أنا هنا ماي سيستارز ماذا ستكون الإجابة ستكون هيلب يبدون أس لأننا نخليه سيستارز أخوات جمع فانتبهوا لي الفاعل يا أبناء الفاعل انتبهوله أنا مفرد أم جمع أولد بيبل أفتن توبيد أيرلي طبعا أولد بيبل مفرد أم جمع يعني نقول سنجلر أو بلولار سنجلر سنجلر إذن مفرد جمع ليس سنجلر بلولار جمع بيبل هنا بيبل بيبل الناس فانتبهوا لهم الناس هنا جمع إذن إذا كان الفاعل جمع إذن ماذا سنستخدم جويز أو جو إذن إذا كان الفاعل جمع لا نضيف أسئلة الفعل إذن انتبهوا حال اللي بيكتب حالكم الحين إذن لاحظوا إنه هي نقول كلينز تمام هي كلينز شي كوكس لاحظوا نضيف أسئلة الفعل إيت إيت لاحظوا كلهم نضيفين هن أس ولكن they play they play ما نقول plays فكيف أنا أعرف كطالب إنه الفاعل نشوف الفاعل بيبل معناها جمع دوكتورز معناها جمع بيرنس الوالدين معناها جمع students معناها جمع تمام elephants معناها جمع إذن they تأتي ضمير للعاقل الجمع العاقل وغير العاقل يعني حتى الفيلة ضمير هندي تمام we help إذن we أيضا لا نضيف أس you drink تمام you drink I I study إذن حتى مع I لا نضيف أس إلى الفعل إذن فقط نضيف إذا كنا ستتحدث عن مفرد مذكر عاقل مفرد مؤنث عاقل مفرد غير عاقل طبعا غير العاقل ما يهمنا كان مذكر أم مؤنث يعني قط أو قطة نفس شي ضمير وإت تمام إذن هذا الأس لازم تنتبهوله ماذا أيضا ننتبه يا أبنائي ننتبه إلى أدوات النفي هنا سننفي بـ doesn't أحيان يأتي خياري عاطنكم doesn't وdon't إذن انتبهوا شوفوا الفاعل إذا الفاعل مفرد اختاروا doesn't يعني مثال عاطنكم كذا my father عاطنكم خيار طراء عاطنكم don't عاطنكم doesn't doesn't my parents الوالدين صار الوالدين جمع إذن بنختار ماذا don't doesn't doesn't don't والطالب يتعود دائما يقول I don't ما يقول I doesn't I don't إذن حتى عنده I نستخدم don't تمام أيضا نحتاج للسؤال الآن يأتي السؤال السؤال بعض الطلاب يقول نستخدم يا أستاذ did كيف did did ما لها علاقة في المضارة لا تأتي في الحاضر أبدا إذن سنستخدم هنا does عندما نسأل وهنا كذلك سنستخدم للسؤال does تمام وهنا أيضا سنستخدم does عندما نسأل ويجابة yes or no ومعا هنكل هنهل أما هنا سنستخدم ماذا هل يعرف دو سنستخدم دو وهنا أيضا سنستخدم دو للسؤال وهنا دو إذن هذه الأشياء فقط اللي لازم تعرفوهم بخصوص بخصوص البرزن سيمبول وهنا أيضا دو تمام إذن قلنا نضيف S إلى الفعل إذا كان طبعا أنا بعمل بينهم مسافة عشان تميزوهم إذن هذا سنجلر المضارع تمام نضيف S إلى الفعل ننفي be doesn't ونسأل be does عيد نضيف S إلى الفعل ننفي be doesn't ونسأل be does الجامع لا نضيف S إلى الفعل ننفي be don't ونسأل be do مع هذه أحيان ما يجي بالضمير إذن لازم ينتبه الطالب الفاعل إلى أي فئة مثلا لو جاب مثلا my brother وين بتحطوها my brother مع هي أحسن زي لو قال my friend وين بتحطوها أو ولد يعتمد يعتمد للولد إذا صديق الولد مع هي للطالبة إذا صديقتها شي تمام my cat وين بتحطوها it it أومان it أومان غير عاقل مع it نزل my village it it أو the lunch it إذن يعتمد لو قال مثلا my mother وين بتحطوها my mother she she إذن هذا انتبهوا لهن نزل لو قال الليلة she 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 إذن أحيانا جاءت الضمير أحيانا لا يأتي الشخص نزل 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 لو قال my teachers they 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 my dogs and they 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 جمع غير عاقل they غمير هن أيضا they okay لو قال لك ناصر and رحمة they 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 جمع okay my friend or my cousin my cousin and I we they we 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 لأنك انت من ضمن we نحن نحن my cousin and I تمام إذن مدام انت موجود مع شخص أو أشخاص الضمير تمام أنك من ضمنهم تتحدث عنك والنيابة عنهم تمام أيو طبعا أنت تخاطب شخص أو أشخاص وآي عندما تتحدث عن نفسك وهذه هي الأشياء التي تنتبهولهم بنشوفها الحين هل فاستوعبتم الموضوع أوكي I play football every day طبعا every day ليش أنا عامل تحت خط على عادة وأنها مضارع ممتازين إذن لو قال yesterday خلاص معناها ماضي لكن every day هنا للعادة يعني ممكن نستخدم every day مع الماضي ممكن نستخدم yesterday هنا في الحاضر yesterday أمس زمن منتهي تمام نلاحظ هنا play باللون الأخضر وكلنا اللون الأخضر يمثل الفعل في مصدر إذن معنا ذلك ماذا سيسبقه إذن ليست مدال ماذا نستبعد أيضا يا أبنائي شيئا ما شرح نستبعد لأنها للماضي ممتازين للماضي لا تقرب عندنا في الحاضر بقى عندنا don't وdoesn't تمام don't وdoesn't بقت عندنا فأيهما سنستخدم هنا يجب أن نعود إلى ماذا لحظة يجب أن نعود إلى الفاعل من هو الفاعل هنا i i لو تلاحظوا عمل لكم تحته خط لاحظوا الخط هذا خط تحته تنتبهوله يا أبنائي لازل تنتبهوله إذن معنا i نستخدم معها don't إذن طالب هنا اختار الإجابة الصحيحة ويحصل الدرجة تمام your father go fishing at weekends نلاحظ هنا سؤال question أيضا تبهوله هل هو سؤال أم هو نفي أم هو تأكيد هنا نلاحظ أنه interrogative interrogative معناها استفهامية الجملة الجملة استفهامية هنا إذن ماذا نستبعد أول شيء شيء ما له علاقة بالمضارع هذا لماذا نستبعدها للماضي للماضي أحسنت هذا للماضي كلنا did و didn't للماضي لا تقترب في الحاضر تمام بقى معنا do و does do إذن استعمل do does أنا ليش خطح your father don't استعمل السؤال عن من لازم تنتبه السؤال عن من عن أفضل عن مفرد سؤال عن مفرد does إذن سنستخدم does does عن مفرد نستخدم does إذن انتبهوا يا أبنائي للأزمنة وللفاعل هنا الزمن at weekends معناها عادة يعني كل العطلة at weekends يعني في العطلات هنا تكرار العطلات إذن at weekends تدل على أنه هنا عادة متكررة معناها مبارع وأيضا your father معناها أننا نسأل عن فاعل مفرد وهو الأب إذن نستخدم does وليس do لو your parents هنا بتكون do yes الوالدين or your teachers or your friends yes your friends yes very good استخدم do لكن هنا مفرد مريم doesn't شيء حاجي قلنا تأتي بعد الأفعال هذه ناقصة يصنعها modal verbs وهو أن الفعل يصبح ماذا infinitive infinitive verb إذن أيهما سنستخدم الآن play play yes play yes إذن plays خطأ plays نلاحظ أنه فيها S قلنا مصدر أي مجردة من جميع الحروف الزائدة يعني ED ما فيها ING ما فيها S ما فيها مصدر يعني وكالة كأنها جاية من الوكالة من المصنع دون زوايد صح؟ إذن هذا معنى المصدر تمام حل تعدوا سؤال حل كأنه بأي سأل أوكي زين I like English stories in my free time لاحظوا in my free time تدل على العادة هنا في وقت فراغي إذن لازم تنتبهوها أيضا إذن عشان ما تحسبوها ماضي حسبوها تعرفون المضارع in my free time I like reading أوكي انتبهوا لهذه المشكلة التي يقع فيها أغلب الطلاب I like cook in the kitchen هنا قلنا يوجد خطأ قسيم ما هو الخطأ يا أبنائي cooking can get going cook لدينا فعلين فعلين رئيسيين وهي like و cook وهذا طبعا كارثة أن يأتي الطالب بفعلين لا يأتي فعلين يعني رئيسيين مع بعض فهناك طريقتين لحل المشكلة أول طريقة هي to infinitive وطبعا في الفصل الثاني هذا عاد بالدرس يعني بشرح حالكم ليش لأنه مطبق عليكم في الفصل الثاني ما كن الأفعال ينطبق عليها infinitive وما كن الأفعال ينطبق عليها الجيران to infinitive أي أننا نأتي بto ونجعلها قبل الفعل الثاني فبس صير من يقرالي الحين إيش بتكون الجملة I like to cook I like to cook لا I like to cook تمام إذن هذا حلناها بالطريقة الأولى يسميها to infinitive أي أتينا بto قبل الفعل الثاني وحولنا إلى مصدر إذن هنا cook فعل ولكنه مصدر يعني باللون الأخضر لأنه سبكته to السببية الطريقة الثانية اللي هي gerand وهو كتب حتى ملاحظة ما معنى gerand هو اسم مشتق من فعل أي أننا الفعل الثاني سنحوله إلى اسم يعني بدل ما cook أنا أحب أن أطبخ لاحظت أطبخ فعل هنا صح ولكن سأجعلها أنا أحب الطبخ يعني بخليها اسم إذن من بيقولنا إيش بتصير I like cooking إذا جبت بتحذف المصدر I like cooking إذن هنا cooking ليست فعل صارت اسم أنا أحب الطبخ لكن أنا أحب أن أطبخ فهمتو أطبخ لحطه فعل طبخ طبخ اسم فهمتو yes إذن وضحت الأمور إذن هنا ماذا سنستخدم I like نلاحظ أنه ما شي تو لو تو بنقول تريد ريد تمام ولكن إيش الصح I like ريد ليش أنا ما ملون من الألوان هذه أخضر وأزرق وأحمر لأنها اسم ناون حاطينكم بين قوسين ناون اسم إذن ريد إذن القراءة أنا أحب القراءة وليس أحب أن أقرأ أحب القراءة وإن تعدكم ريد في الاختبار اسم عندكم listening اسم الإنصاط أو الاستماع writing الكتاب اسم فهمتو إذن تأتي أسماء ولكن نشتقها من الأفعال إذن ريد اشتقناها من الفعل read listening من الفعل listen writing من الفعل write فهمتو تمام seven they love to on the beach in the evening in the evening تدلعا هنا على عادة أنها مضارة أيضا تبهولها تمام ماذا ننتبه أيضا هنا إلى to إلى to إذن to يسميها infinitive to السببية إذن ماذا يأتي الفعل بعد to مسته إذن بتختار yes نختار they love to walk تمام yes ممتاز 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 جزاك الله خير إذن انتمهوا كتبوا هذه الملاحظات للمضارع البسيط present symbol قلنا سمي مضارعا بسيطا لأن الفعل ليس لديه فعل يساعده فبما فبما بما أنه ليس لديه فعل ليساعده لجأ الفعل هذا إلى المدى الفيرب لمساعدته في النفي وإلى المدى الفيرب لتساعده في الاستفهام إذن هنا استعانا بأفعال أخرى للنفي والاستفهام نزيل والبقية لا هنا ليس بسيط لأنه عنده فعل مساعد ونلاحظ استخدمها في النفي وفي السؤال هذا عنده فعل مساعد وهو استخدمه في النفي وفي السؤال لاحظ عنده هاب استخدمه في النفي وفي السؤال الماضي يسمي بسيطا أيضا ليس لديه فعل مساعد يعني ما عنده فعل يساعده فنفس الشيء استعان بأفعال ناقصة هذه الأفعال الناقصة يسمى model verbs ولكن هذه الأفعال الناقصة عندما تحل وتأتي تجعل الفعل مصدر عكس هذا لا هذه ليست أفعال ناقصة إزوار هنا نلاحظ ليست أفعال ناقصة هذا أفعال مساعدة فلا تجعل الفعل مصدر يعني يظل الفعل يحتفظ بشخصيته يعني يحتفظ بالاستمرار تمام في البرفكت نفس شيء هذه ليست أفعال ناقصة ليست model verbs أفعال مساعدة فالفعل يظل يعني ما يتحول مصدر ولكن أيضا في الماضي didn't و did تجعل الفعل ماذا تجعل الفعل infinitive مصدر تمام فانتبهوا لأن هذا الأفعال الناقصة أحد عندي سؤال ماذا تجعل؟ ماذا تجعل؟ أيوة في البرزنط كنتينيوس يعني متى نسوى الفعل الزوائد اللي هو كوكينج يعني ING وكذا يعني لما يكون في فعلين في الكلمة ما فهم سؤالك يعني استخداماته قصدك يعني متى نستخدم البرزنط كنتينيوس ولا متى نزيد ING متى نستخدم أيوة بقيل إن شاء الله الحين بنروح الاستخدامات هذا بس شايفينه هذا فقط شايفينه هذا المثالين هذه استخداماته هنا موجودة الاستخدامات وين موجودة والحين بنوصلها هذا البرزنط سيمبل كتب الاستخدامات الاستخدام الأول يا أبناء يعني أنت كطالب جالس أو أنت كطالب جالسة مع زميلتش في المدرسة وتخبرها بعادات معينة فاستخدم المضارع البسيط لأن هنا نذكر عادات إذن أول استخدام من استخدامات البرزنط سيمبل هي العادات يا أبناء يعني نذكر عادات في حياتنا مثلا I get up at five o'clock I brush my teeth after meals يعني أنا متعودة يعني أنظف أسناني بعد كل الوجبة بعد الوجبات I go to school buy bus هنا عادة في الذهاب إلى المدرسة في الحافلة إذن عادات متكررة في الحياة بدأت في الماضي وما تزال إلى الحاضر تمام إذن هذا هو الاستخدام الأول للمضارع البسيط أيضا general statements which are true للحقائق العلمية التي لا قدالة فيها يعني earth goes around the sun إذن الأرض تدور حول الشمس منذ أن خلق الله هذا الكون وإلى الآن إذن هذه لا أحد يمكن أن يقول لا الشمس تدور حول الأرض إذن هذه حقائق علمية نستخدم معها ماذا المضارع البسيط tigers don't eat grass لا أحد يمكن أن ينكر ذلك بأن النمور لا تأكل العشاب تمام long lasting situation للأوضاع الدائمة يعني وضع دائم مثلا I live in salala هنا إقامة دائمة I work in a bank أو she works in a hospital إذن هذه دائما هي عملها في المستشفى إذن الأشياء الدائمة يعني مثال أعطيكم مثال ما معنى دائم وغير دائم تمام كيف يعني دائم وغير دائم الطالب يقول مثلا I study English in school تمام وهنا I study English in school online this year إذن هذا غلط نستخدم هنا مضارع بسيط مع شيء مؤقت دراستكم للغة الإنجليزية online فقط هذه السنة أو ممكن this semester هذا الفصل مؤقت فقط إذن مع الأشياء المؤقتة لا نستخدم المضارع البسيط إنما نستخدم المضارع المستمر تقول I am studying تمام I am studying English online this year إذن مع الأشياء الدائمة نستخدم المضارع البسيط شيء دائم يعني تمام أن نعيد من الأفعال هذه يا شباب أفعال action حركية تمام وأفعال state of أفعال حالة هذا العقلية إذن الأفعال العقلية طبعا أول شيء لا يمكن أن نضيف في الـ I and G يعني ما يمكن أن تأتي في المستمر أفعال عقلي أي تحدث في العقل ماذا نحب ماذا نفضل ماذا نريد كلها في العقل ماذا نتوقع تمام ماذا نرى ماذا ننسى نعرف نشعر كلها في العقل هذه إذن هذه لا ينطبق عليها الـ I and G يعني لا تأتي في المستمر تمام المنتل فهي أيوة هذا الحين يجب أن تقول يدخل في الاختبار النهاي أيوة مرة لازم تنتبهونه لازم تنتبهون هذه الأشياء تمام يعني لازم تنتبهون الأدوات النفي والسؤال في المضارع البسيط تمام كيف نعرفه أوكي أيضا things on schedules أشياء مرتبطة بقداول وتوقيت معين مثلا لولو هايبر ماركت opens at 8 a.m. and closes at 11 p.m. إذن فتح محلات لولو وغلقها مرتبطة بجدول معين فما يتغير this shop doesn't open on Fridays إذن هنا أيضا نفس الشيء كأنه عادة عند ذا المحل أنه لا يفتح أيام الجمع يعني يقول ليش نفتح نحن جازة كمام فأيضا للأشياء مرتبطة أيضا in commentary في التعليق الرياضي أحمد باسيز دابول تو جون في التعليق الرياضي نستخدم يعني المعلق الرياضي لا يستخدم المضارع المستمر وأنه المضارع البسيط in news paper headlines أيضا في عنوين الجرائد رغم أنه الحدث صار في الماضي لكنه يأتي المضارع The Prince visits USA ما نقول visited رغم أنه زاير أن أمير زاير لأمريكا سابقا ولكن في العنوان يأتي مضارع نلاحظ مضارع visits USA تمام إذن خلصنا من المضارع البسيط ولكن هناك أيضا أشياء تتعلق بالمضارع لازم يفهم الطالب إيش لاحظوا يا أبنائي تلاحظوا أنه هنا إز وهنا إز هنا إز فعل رئيسي هنا إز فعل مساعد يعني هنا جاء ليساعد فعل هنا إز لم يأتي ليساعد فعل وإنما جاء بنفسه وماذا نستخدمه يعني الطالب ماذا يحتاجه عندما يذكر معلومات مثلا جاك سؤال ما هي فعلة الإنترنت أو ما رأيك في الإنترنت فالطالب سيقول سيحتاج يعني هذا الفعل هكذا تمام بيقول الإنترنت إذن الإنترنت إز يوسفل لاحظوا ليش الطالب استخدم إز لأنه هنا ذكر صفة عن الإنترنت معلومة تتعلق بفائدة الإنترنت أو الطالب يقول آيام هبي ليش الطالب استخدم آم لأنه ذكر مشاعره طالب قالت آآ ماي فادر إز أدوكتور إذن ذكرت معلومة تتعلق بوظيفة الأب إذن آآ هذه الأشياء يعني الأفعال نحتاجها عندما نذكر معلومات إذن آآ كتبوا عندي يا شباب كتبوا الحين أحضر أول شيء أمسح هذا وأسوي غيره إذن كتبوا عندي شباب استاذ معه هي أيوة شي سؤال اللي قبلته وكتبته ماي فادر هذاك مو آآ آآ وين من هن هي كتبته اللي قبل شوية مسحته ماي فادر إذا دكتور آآ 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 هذا لك وش يعني هذه نستخدم معهن لحظة أرجع لكم لأنواع الأفعال لحظة شباب عشان تعرفوا انتبهوا عندنا أفعال عقلية بنتي يعني أفعال حركية يعني أفعال نتحرك لما نسويهن أفعال عقلية أي أنها تحدث في العقل أفعال سميوهن أفعال يعني أفعال حالة يعني نذكر حالة الشخص ونستخدم نستخدمها يعني هذه أفعال اللي هي إز وآر وآم في المضارع وطبعا الماضي منهن واز ووير يعني إز الماضي منها واز وما درسنا اليوم يعني منوصل الماضي بندرس الزرقات لحين يهمنا إز وآر وآم مثل نستخدمهن لنذكر حالات ومعلومات تتعلق بالأحاسيس أول شيء ذكر إحساسي يا ابنتي أعيب هبي أعيب نيروس الجنسية أعيب أماني الديانة I am a Muslim الأطباع I am مثلا selfish أنا أنانية مثلا العمر I am 16 years old الأحجام I am fat I am tall الوظيفة I am a student اللون طبعا اللون ما ينطبق على الإنسان لكن أي شيء مثل my car is blue مثلا الملمس شيء الملمس مثل الفستان my dress is smooth أو مثلا hard إذا كان خشن تمام المذاق sour salt وهكذا صلة القرابة مثل تشاور على امرأة تقول this is my aunt هذه خالتي الموقع لما تذكر الموقع وينتي موجودة I am at home تمام يعني أشياء كثيرة نستخدم فيهن هذه is وare وام أهم شيء نعرف مع من نستخدم كل واحد إذن مع he أو father brother sister friend uncle cousin نستخدم he is تمام والنفي isn't والسؤال is تمام she نفس شيء is it is يعني كيف it is مثلا نريد نوصف أي شيء غير عاقل مثلا electricity electricity is important لاحظ احتجنا حال is هنا ما احتجنا حال فعل حركي electricity helps لا استخدمنا إذ لأن ذكرنا هنا صفة عن معلومة تتعلق بالأهمية تمام أما مع الجمع you استخدم are they are we are و I ها إيش نستخدم مع I ها شباب مع I ماذا سنستخدم نعرفنا you are وننفي be aren't where are I are we نفس الشيء they aren't ونسأل be are we aren't ونسأل be are لكن I هل هل ما لغام is ولا I are I am I am I am I am لا is ويا are ولا are I am I am I am tall I am happy I am sad I am tired I am ill وهكذا إذن نستخدم I مع am لا تغلطوا تمام ممتازين إذن الحين أنا شرحت لكم هذه الجزئية فقط I اللي هي is وار وام تمام is وار وام عرفتم ما تستخدم ويأتي بعده صفة وأحيانا اسم يعني معلومة هنا لاحظ يأتي بعده فعل فمعناه إنه فعل مساعد إنه لا يأتي بعده ما فعل لا يأتي فعل بعده يأتي معلومة تمام وخبركم استخدام هن هذه شباب لما نعطي معلومات تتعلق بهذه الأشياء نرجع لهذا نشوف فهمته ولا ما فهمته طبعا نشوف هنا يا أبنائي سالم أسمار هنا عمل يقوم به سالم أم معلومة عن سالم معلومة معلومة إذن سالم إز ولا آر ولا أم ولا كان إز 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 سالم أيوة إذن أنا وضعت تحته خط عشان تنتبهوله هنا نحتاج شباب نعرف الفاعل هل شخص تتكلم عن نفسه معنا نستخدم هل أشخاص نتكلم عن أشخاص نحتاج آر هل مفرد نحتاج إز طبعا نستبعد كان كان ما لها علاقة هنا لأنها ليست من هذه مودل وهذا المفروض أنا أدقها بأصفر لأن هذه فعل الفعل بعد يأتي مصدر هذا مودل يؤات هوم هنا السؤال عن عمل أم عن معلومة معلومة تتعلق بماذا معلومة تتعلق بماذا باللوكيشن باللوكيشن موقعك يعني هل أنت في المنزل الآن يعني أنا أسأله عن اللوكيشن ما له الحين متواجد إذن معنى نستبعد هذه هذه نستخدم إذن نستخدم وضع النائز وواز نستبعد الماضي إذن لماذا لأن أنا أخاطب شخص أخاطب شخص زين لو يور فاذر لو يور فاذر هنا والدك إذن إذن تمو يا شباب دائما سؤال عن من هنا خاطب شخص مقول آر لكن يور فاذر إذن مز يور فاذر آت هوم ناو ممتازين أبدعتم تمام مونة نط هبي هل هنا ننفي عمل تقوم به مونة أم معلومة عن مونة معلومة ما هي المعلومة نط نط هبي نط هبي معلومة إذن الآن إز ولا آم ولا آر طبعا نستبعد وار إذن إز إز هنا مفرد أيتون أنثل هنا أذكر عمل عن أقوم به أم معلومة 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 تتعلق بماذا بالحجم بالحجم طول طويل وهزيل إذن آي 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 لا 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 هنا هنا كيف هاب نحن قلنا بس نستخدم ولا آر 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 عندها سؤال ايوه تفضلي مفتوح الحصة للنقاج تسعة زين ايوه ايش في المشكلة يعني يور فاميلي الفاميلي تعتبر مفرد لانه ما نذكر العداء اذا is your family at home ما نقول are your family تمام is your family family تمام ان ما ذكرنا هنا الافراد ذكرنا كتجمع ككتلة الاسرة هنا ككتلة يعني تمام لا نذكر الافراد بعينهم واضحة الفكرة اوكي نعود الان انتهينا من هذا يعني خبروني هل فهمته اول شيء المضارع البسيط متى نستخدمه ماذا الطالب ينتبه قلنا ينتبه حالفاعل وينتبه حالأدوات هذه model verbs اللي هي الافعال ناقصة ولازم نفعل مصدر تمام ينتبه الى الازمنة لتخبره انها في الحاضر اذا صارت الامور واضحة وعرفنا متى نستخدمين ايضا في المضارع البسيط بدنا تستخدم باز وار وام وقلنا لما نعطي معلومات تمام هنا نعطي معلومات اذا هنا هي ليست افعال مساعدة از وار وام افعال رئيسية معلومات عن نوع الشيء عن اهميته الشيء عن جنسيته الشيء عن مذاقه الشيء الملمس ماله انطباعنا عنه عن ايضا ما خبرتكم عن ايضا اطباع الناس هل هو بخيل هل هو غني هل هو ايضا حالات الناس هل هو غني فقير مريض بصحة جيدة دائما المعلمة هاواريو تقول هاو آر يو تقول فاين وي آر فاين وي آر فاين تمام او ايام فاين تمام اذا ايضا عن صحة تمام اذا هذي كلها نسأل عن معلومات تتعلق بهذه الاشياء ايضا عنا نوع اخر وهو هاز وهاب ونلاحظ ان هنا هاز تختلف عن هذي هاز هذا هو المؤشر شايفين هنا هاز وهذه هاز هنا هاز فعل مساعد جاءت للساعد هذا الفعل في التصريف الثالث هنا هاز ليست فعل مساعد هنا فعل رئيسي ومتى نستخدمها يا ابنائي هاز وهاب وطبعا لازم اول شي نعرف مع من نستخدم هاز مع من نستخدم هاب مع هي نستخدم هاز تمام ومع شي استخدم هاز ومع ات استخدم هاز وضحة الامور اوكي نزين مع ذي نستخدم هاز هاز معوي هاز هاز ومع يو هاز ومع اي نزين هاز عودتوا تقول هاز 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 ومع اي هاب ماذا تعودتوا هاز 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 نزين وهاد هاز هاد مات مات تقرب هنا هاد لان هذا الماضي هاز نعطي لا 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 ما نفي هاز ما الماضي هاز وهاب الماضي من هن هاد اذن هاز لا تقترب في المضارع بنعرفها بعدين متى نستخدمها خلاص عرفته إذن my father has my mother has my cat has طبعا هنا they they have we have you have I have والنفي طبعا منه الفعل يعني نلاحظ أنه has صارت طبعا منه فيه هنا ستأتي سنحتاج إلى المدى الفيرب ونلاحظ أن المدى الفيرب بتحول هذا إلى مصدر إذن هنا بتشابهات هنا هاف ليست مصدر لكن هاف مصدر هنا هاف ليست مصدر تمام لأنا ما سأقلتها مدى الفيرب لكن هاف مصدر سكر المايك يا ابنتي سكر المايك أسوات البيت هاي وزين جزاك الله خير زين سكرت المايك طبعا نسكر الأبواب أنا مسكر الأبواب ولا نفس شيء بحصل إزعاج تمام إذن هذه هاز متى نستخدمها حين عرفنا الهاز نستخدمها مع المفرد مع السنجلر وهاب مع البلولار مع الجامع تم باقي متى نستخدمه إذن نستخدم عندما نذكر ما يمتلكه الآخرون إلى الآن مثلا نقول she has children فلانا لديها أطفال معنى أن الأطفال لديها إلى الآن she doesn't have a car هنا ننفي أنه لا يوجد لديها سيارة أي أنها إلى الآن ليس لديها سيارة أيضا نسأل عن امتلاك الآخرين للأشياء does she have a farm هل هي لديها مزرعة يعني في الوقت الحاضر هل تمتلك مزرعة حاليا يعني تمام للجمع they have friends هم لديهم أصدقاء يعني عندهم they don't have phones لا يمتلكون إلى الآن هم ليس لديهم حواتف هنا نسأل do they have a factor هل هم لديهم هات إذن مصنع إذن هنا يا أبنائي للتملك وهذا وضحننا هنا طبعا have طبعا المصدر طبعا من هذا وhave شيء have المصدر منهن وماظه منهن هات الحين ما نريده نستخدمها لنذكر ما لدى الناس وما يمتلكه الناس والأشياء يعني ما بس الناس يعني وين يحتاج الطالب على هذه الأفعال مثلا الطالب يريد يكتب عن إذن social social media platforms is useful yes أما social media platforms has have advantages or benefits have many benefits إيش الفرق يا أبناء اللي فوق اللي تحت هنا أنا أذكر خاصية عن منصات التواصل الاجتماعي خاصية إنها مفيدة هنا لا أذكر ما تمتلكه هذه المنصات تمتلك شيء لديها شيء وهي ماذا ماذا لدى هذه منصات التواصل الاجتماعي ماذا لديها فوائد فوائد إذن هنا تمتلك الفوائد لكنها هنا benefits إذن هنا benefits is beneficial sorry sorry beneficial هنا beneficial أيوة لكن benefits فوائد beneficial مفيدة إذن هنا الصفة وهنا ما تمتلكه فوائد وهنا مفيدة إذن إذا سنذكر الصفة سنستخدم is ولا are ولا am إذا سنذكر ما لدى هذا الشيء سنستخدم have أو has تمام أنتم معين زين لو شلتنا platforms هل ينفع أستخدم have هنا لا لا نستخدم has ليش لأن social media هنا social media صار يعني كأنها مفرد تمام وهكذا إذن فهمتم مثلا استخدم هن تمام نرجع حل الأنشطة هنا وين وصلنا yes my father a big farm in مصقط هنا ليس عمل يقوم به الوالد في المزرعة وليس صفة عن الوالد معلومة وإنما شيء لدى الوالد يمتلكه الوالد وهو مزرعة كبيرة هل هنا مهم للطالب أن ينتبه إلى الفاعل إن كان مفرد أم جمع نعم لأنه يحتاج has ويحتاج have إذا الذي يمتلك المزرعة مفرد أم جمع مفرد has أم have has has إذن has ليش لأنه هنا الأب لكن لو والدين my parents مفرد معناه أبي لديه هذه المزرعة في مسقط إذن هاز دز يور براثر السيلفون وطبعا سيلفون يسميها سمارتفون وحد موبايل وأيضا سيلفون من ضمنها تمام هنا نسأل عن معلومة أم عن عمل أم عن تملك تملك نسأل إذن نسأل عن مفرد أم عن جامع مفرد مفرد تمام إذن سأنا خبرتكم هذه الأفعال أين عادت راحت هنا هذه الأفعال هذه يا شباب هل لها مصدر هل لها إنبينتف نعم إيش هو الإنبينتف تأتي مصدر إذا سبكتها هذه الصفرات تمام المدفر إذن ماذا ستختارون حين وضحت الأمور ها 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 المصدر هذا المصدر تمام رغم إن أصلها ها 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 لحظ السؤال تمام؟ إذن نسأل عن إذا كان أحمد لديه سيارة أم لا؟ بماذا سنسأل دادو لحظة للطالب اللي قال الدو الطالب اللي قال الدو عليك يا ابنتي أن تنتبه إلى الفاعل نسأل عن من؟ أحمد أحمد وحد معه ولا وحده؟ لا مفرد إذن أحمد نفسه إذن معنى ذلك نسأل ب داز داز أحمد هابكار إذن سنسأل عن ما يمتلكه أحمد تمام تمام خلصنا هذا إذن بعطيكم بريك خمس دقائق تتنشطه عشان ننتقل إلى المضارع المستمر سننتقل إلى المضارع المستمر وإنتوا في هذه الخمس دقائق قدموا دعوة إلى زملائكم بالدخول للحصة إذا شفتوها مناسبة إذن بناخذ إن شاء الله نخلص القواعد كامل اليوم إن شاء الله لأن شوية المضارع البسيط شوية طويل مضارع البسيط شوية طويل فخذينا عليه ساعة ولكن البقية بيكون إن شاء الله سهلات تمام؟ فعدكم بريك نص خمس دقائق سوية دعوات للأصدقاء بالدخول ورسلهم روابهم إذن لحظة أغلق أعمل إذن الآن يا أبنائي انتهينا من المضارع البسيط وأخذنا الأفعال يعني أعمال هنا وهنا معلومات وهنا امتلاك ماذا يمتلك الأشخاص هنا بريزنت كونتينيوز بس طبعاً البرزنت يحتاج له فعل يمثله يعني حد يمثل المضارع لأنه الفعل اللي في آي أنجيس سيكون يعني متفرغ لتمثيل المستمر إذن من سيمثل البرزنت ستمثله هذه الأفعال يا أبنائي تمام؟ هذه الأفعال هي إذ تمام؟ وآر وأم هذه ستأتي كمساعدة أفعال غير عن اللي فوق يعني هذه الأفعال تختلف عن هذه الأفعال هنا ليست مساعدة أما هنا مساعدة أي أن الفعل بعدها مثلاً إيتينج تأتي بعدها مستمر آر بلايينج نعزم الضيف لا ينجي آيام ستاديينج تمام؟ I'm studying تمام إذن متى نستخدم إز ونتى نستخدم آر متى نستخدم آر نفس هنا يا شباب نفس هنا يعني شرحت نفس الشيء كيف يعني بنقول هي إز شي إز إت إز همتوا؟ إذن هي إز شي إز إت إز they are we we are you are I آي؟ إيش بنستخدم مع آي؟ ها شباب لسا كتين آي؟ آم؟ آيام آيام أوكي إذن هذه هي باختصار كأفعال مساعدة وليست رئيسية يعني غير عن هذا هنا غير وهنا غير بقى عندنا متى نستخدم هنا يا أبنائي نروح حل القدوة المال الاستخدامات أنا عقيته بعيد مشكلة الحين نحن في المضارع المستمر نشوف أول استخدام يعني أنا كطالب متى أستخدم هذا المستمر يعني متى أضيف آي أنجيل الفعل وأجيب قبله آآ فعل مساعد أول شيء يعني أي عمل يحدث تلك اللحظة مباشرة وأنت تتحدث يعني جاءت الجارة وضربت جرس البيت فأنت فتحتي الباب أيتها الطالبة وسألتك أين أمك الآن فأنت شايف أمك تلك اللحظة وأنت تتحدث مع الجارة هي مستمرة في تنظيف البيت وسامع المكلسة شغالة فتقولي لها My mother is cleaning the house now معنى ذلك أن الأم مستمرة في ماذا في تنظيف المنزل أثناء كلامك أو حديثك عنها همتوا نشوف هنا أيها الطالب والدك يريدك في عمل معين ويناديك أيها يمكن أن نقول right now نعم صحيحة تمام إذن أنت ترد على الوال تقول أنا مشغول يا أبي يقولك ماذا تفعل يا فلان تقول I'm studying now أنا أذاكر الآن أو أنا أدرس الآن I'm studying English now إذن الآن لو أنا سألت كل واحد فيكم What are you doing أو كل واحد يقول عن نفسه I am studying now تمام I'm studying English now إذن ليش لأنك الآن أنت مستمر في الدراسة أثناء حديثك تمام وهنا طبعا ننفي بإزن ونسأل بإزن نفس الشيء إذن أول شيء استخدام عندما نتحدث على أشياء تحدث الآن مباشرة أيضا temporary situations أوضاع مؤقتة يعني مثال they are staying in a rented house this month إذن إقامتهم في هذا المنزل المستأجر مؤقت فقط هذا الشهر حد منكم يا شباب يقيم أثناء فتر الاقتبارات في بيت أحد أعمامه أو أحد أخواله ولا في بيوتكم إذن ما ينفع بيوتنا إذن خطأ يقول I am living with my family خطأ ليش لأنه هنا الإقامة دائمة إذن للإقامة الدائمة لازم نقول I live استخدام المضار بس I live with my family تمام I live with my family ولكن I am staying with my cousins this week يعني طالبة رايحة مع بنات عمها طبعا cousins معناها أبناء العم أبناء الخال أبناء الخالة أبناء العم بنات الخال بنات الخالة بنات العم بنات الخالة يسميون فأنت كطالب إذا كنت تقيم مع أبناء عمك هذا الأسبوع استخدم المضارع المستمر ليش استهل لأنه هنا اللي قام مؤقتة وليست دائمة إذن للأعمال المؤقتة أستخدم المضارع المستمر أيوة يعجبنا ليس سأله أيوة أيوة إذا أنا أريد أقول رحت عند بنات بنت عم مينة كيف أقولها نا إذا قبت كلهم cousins يسميهم cousins كله يعتبر cousins أيوة cousins تمام إلا إذا كانت الأونت العم والخال أسمها أونس وإذ ماي أونس وحاوش نعقل نحن نجيب سبعين ألف نسب يكفي أبناء العم أو بنات العم أو بنات العم أو الخال تمام حد عند السؤال يتعلق بالمضارع المستمر في الأشياء التي تحدث الآن والأشياء المؤقتة خلاص عرفت هذه الحاجتين استهنامين شيء مؤقت وشيء يحدث الآن هذه المؤقت أو سمحت يعني المؤقت إنه شيء تقوم به ليس بشكل دائم ليس بشكل دائم هنا المثال عنكم يا شباب إذن هم يقيمون في بيت أجار هذا الشهر يعني بعد مثلا عصار معين أو بيتهم مثلا يعملوا ترميم فإقامتهم في هذا المنزل مؤقتة فالأشياء المؤقتة لا نستخدم المضارع البسيط وإننا نستخدم مضارع المستمر تمام أيضا هنا ننفي شيء مؤقت عنهم أنهم يعني يأخذون دورة في الولايات المتحدة هذا الصيف إذن هذا الفصل القصدي إذن معناه ذلك أن درستهم في مؤقتة وليست دائمة تمام إذن أعطيكم مثال أوضح الطالب يمكن أقول I study English at school إذن هنا دراستي للإنجليزية في المدرسة دائما يعني دائما ولكن I am studying English with Mr. خميس this semester إذن دراستيك عندي هذا هذا الفصل فقط إذن هنا دراستيك مؤقتة عندنا ولكن دراستيك في المدرسة دائما حتى لو ما كنت الثانع عشر حتى لو كنت السادس أنا دائما هنا مؤقتة تمام أنتم معي yes أيوة مزور يعني إذا أنا بغيت أقول أن يعني نحن فترة اختبار مذاكرة يعني هذه فترة مؤقتة أيوة أيوة نحن 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 تمام تمام يعني الآن لو ما كان في ING يعني لو ما حطينا ING يكون دائم لو حطينا ING يكون مؤقت بيكون مضارع ما يخصنا دائم ولا هنا في المضارع ما نضيف أصلا ING نحن ولا شيء فعل مساعد هنا عادة هذا لذكر العادات هذا للذكر وهنا الأشياء الدائمة شيء دائم يعني مثلا دوران الأرض حول الشمس شيء دائم هذا حقيقة متكررة دائمة تمام هنا شيء دائم يعني عادة أن أصح من النوم ساعة خمسة دائم والأشياء يعني دائمة عملي في المستشفى شيء دائم ولكن لو أنا أريد أذكر شيء مؤقت لازم أجيب بصيغة المستمر مثال بعطيكم مثال أوضح My father works in a school إذا حد أو منكم أبو معلم يقول أبي يعمل في مدرسة دائم عمل والد دائم ولكن الوالد يحس المستوى المعيشي يوم الجمعة فيعمل مثلا الجمعة يعني بس ماك الجمعة هذه الجمعة بس إذن My father أو هذا الأسبوع My father is working in a company this week هنا دائم عمله في المدرسة ولكن هو عنده أجازة مثلا قال ليش أنا ما أستغل هذا الأجازة هذا الأسبوع وأشتغل في شركة إذن هنا عمل الأب في الشركة هذا الأسبوع فقط مؤقت فهمت الفرق يا أبنائي بين الدائم بين المؤقت أوكي إذن أتمنى ذلك إذن هو يبقى الفعل يعني كيف نحرفه إنه في فعل مساعد والفعل في آي إن جي هكذا نعرفه تمام تتشر حتى السكول ما مؤقت حتى ويش السكول مؤقت ليش مؤقت ما مؤقت دائم دراست في المدرسة دائمة من يوم صف الأول ما عدت فرحوا عدتوا آخر سنة وتخلوها مؤقت لا لا يعني عدتوا آخر سنة يعني 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 هبستوا مستمرين بعدكم يعني دائم شي دائم دين ما تتخرجوا صح؟ الغال آخر سنة آخر سنة آخر سنيعي ؟ إلى آخر سنة المترجم آخر سنة و لو كلنا I am going to the hospital this evening مو الفرق كل المستقبل هذا المساء أولية أولية تفضل أولية أنا مخططة أروح المستشفى أما الثانية قاعدة حالطارة وروح المستشفى أنت عكس بينهم هنا انتبهوا يا أبنائي هنا أنا الآن عرفت بأن زميلي أو أحد أقاربي منوم في المستشفى فالقرار الآن صدرته الآن أنا قررت أن أروح المستشفى أزور هذا المريض لأنه قررت هنا لا مخطط ومقرر من السابق يعني أنا ما أخذ خطة ومخبر حد يروح معي للزيارة إذن هنا القرار الآن هنا القرار مسبق إذن للقرارات المسبقة يعني واللي ناويينها من السابق واللي مخططينها من السابق نستخدم معها المضارع المستمر فهمته؟ شفت الفرق؟ نعم عن ما فاهم بعده؟ وضحة الفكرة يا شباب؟ شفت الفكرة يا شباب؟ شفت الفكرة يا شباب؟ أقول أمثلة I'm going to visit Japan next month هنا معناه هو قص التذاكر وحاجز وونلاين الفنادوك وكل شيء وشاري ملابس مشتر ملابس جديدة المهم أنه هنا هو مقرر مسبقا شوف قبل شهر هو مقرر لأنه هو يقول الشهر للقاي معناه هو من أول مقرر تمام؟ وإذا كنا ننفع أيضا نستخدم I'm not going shopping to more معناه أنا ما مقرر أبدا يعني مقرر أني ما أروح السوق يعني القرار متأخذ أنه أني ما أروح باكر أتسوق لأنه عارف أنه أمطار فقلت أحسن أنا أقل إذن التعقيل تم اتخاذ قرار مسبق فيه بعدكم ما فاهمين هذا اللي يضيع الحصة إنه أمثلة كثيرة أستاذ وين تنزل شروحات في اليوتيوب إيش اسم القناة قليت خميس الغافري برسلهن بتدولوهن إن شاء الله روابط الحصة وروابط دروس الثانية وروابط القناة كامل أستاذ انتبهوا 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 يا شبه أنا ذي كمار أعطيتكم مثال I am what would you like to eat تبهوا حد قدم لكم هذه الدعوة تمام حد قدم لكم هذه الدعوة مع هذا what would you like to eat okay واحد منكم قال I am I am going to eat some salad الثاني الثاني قال I will eat some fish with rice okay I am what I am not what what is I am what I am حطب وهذا يس إذن هذا عامل يسميه دايت يعني من قبل ما يطلع من البيت فايل ما بجي يتغدى غير بصلطة يعني سواء أحد عزمه أو على حسابه يأكل صلطة قراره مسبق هذا لا هذا عندما رأى قائمة الطعام سال لعابه على السمك شاهد صورة السمك وعيش قال هذا كنعد وما عيش ما شاء الله برياني قراره الآن بتناول هذه الوجبة أما هذا قراره مسبق قبل أن يخرج من البيت أو ربما قبل أسبوع عامل هذا البرنامج أنه ما يأكل إلا على الغداء إلا يعني صلطة فهمتوا الفرق يا شباب الشيء خططنا له هنا شيء الآن قررنا القيام به فهمتوا الفرق إذن للشيء مخطط نستقل من المضارع المستمر تمام إذن حد الحين مقرر يروح بعد الاختبارات مقرر يروح مكان معين إذن مثلا أفتر بيكتب كذا أفتر 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 بيقول أفتر 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 لنجد مكان معين لنجد مكان معين لنجد مكان معين سألت سألت أو سألت 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 لماذا؟ لأننا نقرار من قبل الاختبارات اختبار شباب سنوات جاء هكذا كذا سبيكر كذا سبيكر كيف يقيكم في الاختبار سبيكر يقول لزميله عشان نخبركم بدكاء الطالب لازم يكون حاضر يعني بقول انه طالبة راح تزور صديقتها وحصلتها نظف البيت فتسألها لماذا أنت تنظفين البيت ردت سبيكر بي على زميلتها فقالت ماي سيستر ومعطاي طالب خيارين معطاي يعني كذا فراغ ومكتوبة بين قوسين ويل تمام ومكتوب is going to تمام visit us tomorrow اذا ان الطالب ذكاء بيعرف اي الاجابات تعرف انتو شباب اي الاجابات is going to ليش ليش يا ابنتي اخترت المستمر بدل للمستقبل بدل ويل للمستقبل تمام انا هي عارفة انا هي تجيب اما انت انا هي تجيب وداليل كيف عارفها واش الداليل تمام ها حتى تمام حلول تمام حتى حلول تستوي بس كيف نعرف لأنها هي قاسة تنظف البيت ليش الصديقة قاسة تنظف البيت لو ما عارفها من مسبقا لو أنه لأخذها الشي محتم ممتازة أخذتها مخبرتنها أن أنا بزوركم باكر فهي فرحانة وتنظف البيت إذن معنى ذلك الشي مثل مقاذبتكم محتم سوف يحدث خططت الأخت القيام به مسبقا وهي الزيارة لا محالة سوف تزور أهلها الغدا والدليل أن الأخت قاسة تنظف البيت إذن معنى عندها علم الأخت إذن هنا معنى تخطيط صاير سبق هذا فهمتوا؟ ممتاز شي بعده باقي أي شي فيه تغير يعني تغير دائم يعني تغير دائم الزيارات فيه عدد السيارات فيه استمرارية لاحظتوا؟ الحين نحن 2022 أو 23 معنى ذلك سنس 1960 إلى الحين إلى الحاضر هناك استمرارية في ازدياد على السيارات زيادة أو أحيانا يكون فيه نقصان أحيانا فيه نقصان فهذه الأشياء نستخدم مع المضارع المستمر أسعار النفط في ازدياد أسعار الموضة الغذائية في ازدياد أو شي يعني فيه تناقص مثل الأمطار نلاحظ أنها فيه تناقص ما تلاحظوا؟ يعني ما مثل السابق أحيان أقل درجات الحرارة في ازدياد global warming في ازدياد وإحتباس الحرارة إذن هذا نستخدم معها يا شباب المضارع المستمر فهمتوا؟ نشوف الأمثلة ما هي الأمثلة اللي أنا واضح لكم نشوف global warming is increasing every year إذن هنا الاحتباس الحرارة فيه تزايد كل سنة إذن أي شيء فيه تحس فيه استمرارية يعني التغير فيه continuous فيه استمرار في التغيير أي شيء يعني مستمرة في التغيير سواء بالزيادة أو النقصة نستخدم معها الـ present continuous تمام؟ فيتشا أيوة لازم يكون في زيادة ونقصة أو يشعر أن النفط يتغير أو المناخ أيوة يعني نحن نلاحظ أن الاحتباس الحرارة هذا ما ينقص كله اللي يزيد يعني فيه استمرارية أسعار النفط نلاحظ أنها أحيانا سنوات تنقص لكن نتحدث مثلا during this year أو during لأنها شهريا تزيد ما شرط يعني للأبد كامل خلال فترة معينة يعني يعني هذا التزايد خلال فترة معينة مثلا أسعار النفط في تزايد منذ فترة معينة يعني استاذ يعني أي شيء جايد مثلا بين فترة وفترة نستخدم هذا القاعدة تزايد أو تناقص أيوة يعني خلال فترة معينة خلال فترة معينة مثلا أسعار النفط في تزايد هذا العام ما شرط أنا على طول نحصرها في هذا العام تمام نعم أستاذ يس أستاذ هي مقالي ولا اختياط هذا في القرامر يأجيكم في القرامر يأجيكم هذا أنا مجهز لكم حاجة بس بعدها ما جهز يعني لحظة أنا مجهز لها بس إن شاء الله قبل اختبار بأطيكم هذه الأشياء هذه طبعا هذا يا شباب نلاحظ هنا سبيكر نلاحظ كذا كي يجيكم يعني يجيكم فراغ وخيارين وتختاروا إذن كلنا يا أيها الطالب لازم تنتبه للأزمنة هنا يستردي انتبهوا لأنه دليل على الزمان إذن بنستخدم هنا ماذا ديد سنستخدم ديد لو كانت لو كانت لو كانت بنعرف نحن عادة ولكن يستردي أمس فأمس ماضي فنستخدم معها ديد معي بعد أننا ما شرح إنه الماضي بس أنا الحين أقول لكم كذا بس فأقول في التلفون وقلت لها أنا قلت أقرأ كتاب بس ما في ذاك الوقت اللي يعني قلت أتصل فيه هل ينفع أستخدم المظاهر عن مستمع يعني أنت ما مخلصت من الكتاب صح هيوة بس يعني بادي أقرأ الكتاب بس يعني ما في الوقت اللي كنت قلت أتصل فيه على صديقتي هي لكن من تخلص المكالمة ما بترجع تقريه أيوة أيوة ترعب أنت يوم تردى على الجارة لك السيعة أو مثلا تردى على أمك تقول لك تعالي مثلا تساعديني أنت نفس شيء توقفت على المذاكرة عشان تردي على الوالدة الحين نفس شيء توقفت على القراءة عشان تكلم الصديقة فرغم ذلك أنت مستمرة ما زلت مستمرة I am reading a story now شكرا أيوة يعني سؤال أيوة متى نستخدم دو متى نستخدم دد يا شباب انتبهوا شيء حاجة اسمها present وشيء حاجة اسمها past present شيء بدأ في الباست واستمر إلى now إلى الحاضر يعني ما شرط أن أسويه أنا ألحين متى أنتوا تصحيوا من نوم I get up at five o'clock ما شرط أن أتوناهم بس أنا معتاد من يوم كنت صف الرابع في الماضي وأنا صف الرابع ماضي استمر للعادة إلى الآن أنا أصحى 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 الساعة خمسة إذن هنا عادة متكررة تمام؟ إذا بغيت أنفي عادة معينة مثلا I don't I don't clean my room هنا أنفى عادة إن أنا أبين أنها كسول أنا ما نظفها رفته الوالة نظفها تمام؟ إذن هنا أنفي عادة منذ متى بدأت العادة الله من في الماضي إن أنا لم أعتد منذ صغري أنا نظفها رفته تعودت على أن أكون كسول بردول طالب تسأل متى نستخدم do ومتى نستخدم didn't طبعا حل المضاع نستخدم أداتين فيه وهي doesn't و don't بس يعتمد على الفاعل كيف؟ يعني لو هناك كتبت my sister doesn't clean hair room هنا أنا استخدم don't لأن أتكلم عن نفسي هنا لا استخدم doesn't لأن أتكلم عن أختي فهمتو؟ إذن يعتمد على الفاعل إذا أنا أتكلم عن نفسي أستخدم don't أو أتكلم مثلا عن خواني أو خواتي كلهن my sisters don't clean their room فتلاحظوا أدات نفي تتغير بتغير الفاعل هنا الأخوات استخدمنا don't خط واحدة doesn't نفسي don't تمام؟ نقع حل past الباست حلها بس أداء واحدة حل جميع وهي didn't أسهل أسهل هنا كيف أقول مثلا I didn't clean my room yesterday my sister didn't clean her room yesterday my sisters didn't clean their room yesterday هنا عادة لكن هنا شي صار في الماضي مثلا I didn't clean my room last week my sister didn't my sister didn't clean her room yesterday everybody كله جمعا في الماضي نفسي my sisters didn't clean their room yesterday إذا تلاحظوا هنا ديدنت مع الجميع للماضي للباست هذه الباست شايفين الباست أما المضارع لبريزنت لا يعتمد على الفاعل هل مفرد أم جمع شمتوا شرحنوا مثلا استخدم وقالكم كتبوه وضحت ابنتي الفكرة رفت الفرق أيوة إذا احنا بعد ما شرحنا الماضي ما دخلنا في الماضي الحين نحن اللي خلصنا هذا اللي هو المضارع البسيط وخلصنا المضارع لما نذكر معلومات والمضارع لما نذكر أشياء يمتلكها وخضينا الحين مضارع المستمر تمام ونحتاج فيه المضارع المستمر إلى أفعال مساعدة عشان تمثلنا البرزنت يعني دخل استاد مو بايه انت وحنا ذا لإز وآر وآم فهذه المهمات يا شباب إنه لو شفنا هذا الجملة هي إز استاديينج ناو هي واز استاديينج وين I arrived هذه تبينكم يا شباب هل الاستمرارية الآن أم في الماضي يعني هذا يلهن أهمية كبيرة يعني إز هنا ما بس جاءت تبثل عشان إنه مستمر تبين لك أيها الطالب الاستمرار الآن أم الاستمرار في الماضي هذا في الماضي هو كان يذاكر عندما أنا وصل هنا لا هو يذاكر الآن إذن هذا معناه الآن يحدث هذا لا معناه كان يحدث أثناء وصولي إذن هو كان مستمر في المذاكرة في الماضي لما أنا وصلت هنا هو الآن مستمر في المذاكرة فهذه مهمات الأفعال المساعدة يعني ما جايات كذا بدون هدف جايات لهدف تمثيل هدف وهو أن يعرف الطالب أن هنا عملية الطبخ الآن تحدث يعني هي مستمرة الأم في الطبخ طعام الآن وهم الآن يأكلون الطعام يعني عندما تقرب عندما تروح صوبهم حذرك هم الأحيان مشغولين يوكلوا الطعام تمام أو حيوانات مثلا خليوها الحين هي جاسة تأكل الحيوانات لا تقتربوا منها تمام إذن هذه شرحنا هنا الحين وشرحنا الاستخدامات قلنا الاستخدام الأول قلنا ما الشيء يحدث الآن والاستخدام الثاني شيء خططنا له الاستخدام الثالث شيء يعني يحدث بشكل مؤقت أيضا استخدامات الأخرى ما الأشياء اللي مستمرة في التغيير تمام إذن كلنا هذه الاستخدامات الكونتينياز تمام نشوف الأمثلة شباب وين وصلنا يس هنا ما الدليل على أن الشيء يحدث الآن هذا المثال 15 هذا المومنت أو نشوف هذا المومنت تمام أيضا هل الطالب بحاجة أن يعرف الفاعل إن كان مفرد أم جمع نعم 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 إذا مفرد بيستخدم إذن الفعل مساعد إذا جمع بنستخدم مو وإذا أتكلم عن نفس شفنا إذا أم أم دائما الفعل بعد هذه الأفعال يأتي في ينتهب بالأس ولا إيدي ولا آي أنجي آي أنجي إذا تستخدم أفسه إز ها ستادي أو ستادي أو ستادي أو ستادي 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 لماذا يأتي مصدر لأن إز وآر وآم ليست مدى الفيرب إنما أفعال مساعدة سمي أفعال مساعدة تمام إذن لا تروح بعد إز ولا آر ولا أم وتختار الفعل المصدر لا اختار الفعل اللي في آي أنجي تمام ستادي آي درايفين تورنا خلاص الفعل ما أعطاني باقي الفعل المساعد وين تختاره ها آم نستخدم آم نستبعد واز لأنها وازل الماضي تمام كلها وازل الماضي مثلا آي واز درايفين تورك آآ وين آي كراش اكامل هذه ماضي هذه ماضي لأنه عندما أنا اصطدمت بجمل يعني كيف الطالب بيعرف يحط وازع لقاك كذا لقاك كذا يا شباب أنا كل احتمار تعطيكم إذن آي أعطيكم فراغ أعطيكم خيارين is I am was تمام driving to work when I crashed into a tree أيوما ستختارون شباب I am driving ولا I was ليش واز في الماضي ليش ماضي حطيتها because when when ها لأن كراشد لأحطوها كراشد هذه معنى اصطدمت بشي معنى ذلك اصطدمت أيوة معنى ذلك إنه أنا كنت مستمر ليس الآن مستمر كنت مستمر في ذلك الوقت عندما اصطدمت يعني سويت الحادث يعني بقول شهر الماضي أنا مسو الحادث إذن لما استددت بالشجرة إذن معنى ذلك أن الاستمرار كانت في الماضي فأي شي لم محلك ماضي ولا مضارع لازم تعرف يعني يمن فيها تلميح ما يخلوك كذا يعني جينا هنا بنحصل تلميحات لك أيها الطالب لحظة مغير أخبرك بالتلميحات أستاذ أيها أستاذ متى تخلص الحاسم مساء 11 عدرنا جمع أوكي نشوف هنا Are you swimming this afternoon إيش تلميح أول شيء this afternoon هذا المساء معنى مستقبل معنى مستقبل Are نحن عارفين المستقبل إما بwill وإما بمستمر إذن معنى هنا مستمر السؤال بدأ بR بدأ السؤال بR إذن سنستخدم go أو going going لأن هنا swimming يا شباب ليست فعل لا تفكر هذا swimming السباحة هنا اسم Are you going swimming this afternoon إذن التلميح R إذن R دلنا على إنه لازم الفعل يكون في ING تمام ما قال do you go قال are you going no we aren't we are planning to help Mr. John plant طبعا هذا ما درسنا Sunflowers بلقي الإقابة طبعا لأنه لنفي طبعا هذا بعد ما شرحنا هنا التلميح مثلا yesterday شباب yesterday تلميح على ماضي فنستخدم did yes I played وخلاص والتلميح هنا did you do after played football هنا نلاحظ الإجابة do إذا معنى الشيء الذي قمت به ماذا فعلت إذا معنى نستخدم what لننسخ عمل وليس وين زمن تمام هذا ما درسنا الحين نحوذ القواعد عشان الوقت فنحوذ القواعد نحوذ القواعد نحوذ القواعد سبيكر ايه فيها مثلا عادي نستخدم إذا مثلا نقع عنا go وبعد نقع بعدها 2 استخدم go لا ما نستخدم going يعتمد كيف يعني عطيني المثال مثلا هو في نفس المثال going swimming ايوة 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 اذا مثلا go واش هو بغينا are you بعدين عنا dash بعدين to وبعدين يعني go أو going مستخدم are you بعدين فرغ بعد you ايوة او بعدين مثلا to لا to go لما are you going to مات ايوة are you going to لها to visit لكن هنا قبلنا swimming are you going swimming طبعا هذه نستخدم go هنا الابنائ لل الهوايات اللي فيها ايوة اذا دائما go camping تمام اذا ما نقول do camping go camping go swimming يعني اي هواية تذهب آيان جي نستخدم معها go فهمتو go shopping لاحظتو go fishing go googing ها ها كلا اللي اللي فيها آيان جي الهوايات نستخدم قبل go اذا go camping لكن احيانا لا ما جي هواية مثلا i am going to visit زيارة ليست هواية هنا to visit i'm going to buy i'm going to travel i am going to shop to shop yes shopping ما تقول i'm going to shopping خطأ بعد لا يأتي الفعل يعني ما يأتي اسم i'm going to shopping ما تجي i'm going to the shop شو ها i am going to the shop get to the shop بس ما تجي i am going to shop لأن shop فعل i'm going to shop or to shopping ما تجي غلط i'm going to shopping ما يصير تمام لكن to buy فالأحصر تقول i'm going shopping بدون to i'm going shopping تمام شي بعد مثال شي بعد مثال لا خلصنا نعود للقواعد طبعا شكلنا ما بين الحق لأنه أشياء present perfect تحتاج لفعل مساعد يا أبنائي تمام يختلف عن هذا وهاب هنا قلنا هذا وهاب للتملك لنذكر ما لدى الآخرين أو ما لدى الأشياء أو ما تمتلكوا تلك الأشياء مثل my house has a garden my house إذا نذكر أنه في بيتنا مزرعة حديقة أي به حديقة لكن لا هنا جاءك فعل مساعد غير عن ذلك فهمت الفرق و عندي سؤال فضل تفضل عزيزي إذا أريدنا مثلا نوصف شيء كيف نقول كيف وصفه يعني من أين ناحية مثلا نوصف مظهر منظر طبيعي أيوة تستخدم معه هذه الأفعال مثلا the view or the views are charming رهيبة أو beautiful أو girl yes يعني أي صفات تذكرها تستخدم معها هذه is ولا are تمام لما توصف أشياء معي تستخدم هذه الأفعال اللي أنا خبرتك هذا is or am تمام في present perfect تأتي أفعال مساعدة لتبثل present تلاحظوا أنه هنا is or مثلا present في perfect has وhave بيمثلا present ليش لأنه الفعل بلون الأحمر في الباس بارتس بيكون متفرق لتمثيل البرفكت تمام إذن هذا النوع نحتاج هذا النوع يا شباب التصريف الثالث إذن في البرفكت نحتاج الباس بارتس بلون الأحمر تمام أيضا نلاحظ بأن هذا وهاب ليست مدى الفيرب أي أن الفعل لن يتغير إلى مصدر يظل كما هو يحتفظ بشخصيته الاعتبارية لتمثيل بيرفكت يعني يكون باس بارتس تمام وأيضا سننفي بنفس الفعل المساعد وسنسأل بنفس الفعل المساعد كما تلاهم تمام عكس هذا تمام متى نستخدمه طبعا نستخدم بيرفكت للخبرات والتجارب الحياتية عشان يعني أنا أريد أبين يعني إذا الطالب رايح مقابلة أو الطالب رايح مقابلة لوظيفة إذن الأفضل لهم أن يستخدموا البرزن بيرفكت لا يستخدمها العادات ما مطلوب إذن العادات غير هنا نستخدم إذن هنا نذكر عادتها في طبخ الطعام هنا نذكر أنها الآن تطبخ الطعام أما هنا نذكر أن لديها خبرة في طبخ الطعام لأنها طبخت الطعام مسبقا عدة مرات معناها خبيرة يعني لو مثلا شخص ذهب ليخطب فتاة فالأم تريد أن تخبر أم ذلك الفتاة أن ابنتها لديها خبرة في الطبخ ستقول ابنتي طبخة الطعام عدة مرات إذن من مغزى من كلام الأم عن ابنتها كذا ماذا تريد أن توصل لأم الفتاة قلوا لشباب إيش تريد توصل له أنه عندها خبرة طبخة أنه عندها خبرة طبخة إذن هذا يسمى مهل الخبرات تمام معناها أنهم قربوا أكل لحم الضفاء الثعابين سابقا تمام هناك سؤال شبابي دائما نستخدمه وخبرتكم تحفظوه دائما نجيكم في الاختبار هذا السؤال يا شباب دائما نجي في الاختبار ها 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 نستخدمه ها 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 وعاد نجي بعد إيش اللي نريد التجربة أو الخبرة اللي نريد نسأل عنها ها 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 مثلا نريد أكامل ومعناها باللغة العربية هل سبق لك في حياتك وباللغة الدارجة هل جالك احنا نقول هل جالك هل جالك ركبت جمل أو صديقة تقول صديقة هل جالك مثلا طبخة بيتزا أو صنعت بيتزا هكذا يعني نسأل عن تجارب الآخرين هل جالك يا صديقة ركبته فيلن هل جالك يعني قدت مارسيدس يعني تجارب الحياتية إذا نبدأ بهابيو إيفر فأحيانا هذه إيفر هي اللي ناقصة أو أحيانا الفعل مثلا يجيبك خيار إنه بدل رايد أو خيارا رود وبعدين رودن تختار دائما التصريف الثالث تمام أعطيك من الحين مثال هابيو إيفر وكذا وبين قوسين درانك درانك ونغلق القوس كولة ويش بوين بتختاره شباب الثانية الثانية أيوة دراين الثالث أيوة دراين كلمان الماضي إذن مع مع البرفكت نستخدم الثالث ما روح الثالث هنا التجربة عن شرب القولة هل قربتها يعني هل يالك شربت قولة كيف مذاقها أو أحيانا دائما في الاختبارات هاب يو إيفر وقيفكم خيار وبين قوسين ايت وإيت جابانيز كودز يعني هل قالك قربت أكل طعام ياباني طعام يابانية ها الثالث أيوة هكذا إذن انتبهوا يا شباب لهذه طمام إذن الحين برزنت بيرفكت نشوف استخدامات شباب البرزنت بيرفكت كيف طالب يستخدمهم متى يستخدمهم هذا البرزنت بيرفكت أول شي Talk about life experiences with since and for هنا الطالب يستخدمهم ليتحدث عن تجارب حياتية ولازم يذكر يعني مدة تلك الخبرة باستخدام since and for مثال I haven't driven trucks for a long time طبعا متى نستخدم for ومتى نستخدم since يعني الطالب كيف يعرف بسيطة جدا إذن أول شي ناخذ for الطالب إذا رأى كمية من الزمن أو عدد من الزمن يستخدم خيارات مثلا a long time for a long time many years for many years ناكمية من الزمن أيضا عدد مثلا two weeks for two weeks three years زين decades عقود لعدة عقود one week or one day for one day three hours or four hours نحظ هنا عدد من الزمن أو كيف من الزمن أما since لأن نجيب الزمن كبداية يعني مناسبة لبدايته مثلا since هذا since نقول مثلا my graduation منذ تخرجي graduation my birthday مثلا رمضان شهر رمضان يعني بدايته أنا ما عدد من من الشهور لا نذكر بدايته يعني شهر رمضان منذ يعني أنا مثلا صائم منذ شهر رمضان ما توقفت تمام أو سنة معينة مثلا twenty eighteen يعني نجيب الزمن كمناسبة لبداية تلك الخبرى فهمتوا هذا استخدم معه since or for تمام I have driven tracks for a long time إذن هنا ذكرنا أنه عنده خبرى في قيادة الشاحنات لكمية من الزمن ذكر for a long time لفترة طويلة I haven't driven a tractor since twenty twenty إذن هنا يذكرنا أنه لم يقود حراثة منذ هذا العام إذن جاء بالسنة كمناسبة بداية عدم أو تركه لقيادة الحراثات تمام الاستخدام الثاني actions happened in the past but I fixed the present يعني حدث صار في الماضي ولكنه يؤثر الآن في الحاضر كيف I have lost my key معنى ذلك أن فقدان المفتاح حدث في الماضي ولكنه يؤثر في الحاضر أي أنني أبحث عنه أو أنني لا أستطيع تشغيل سيارتي أو الدخول إلى غرفتي لأنني ضيعت المفتاح أيضا أريد منكم أن تساعدون في إيجاد المفتاح إذن هذا ضياء المفتاح حدث في الماضي باقي التأثير تمام The cyclone has caused destructions in large areas إذن هنا الإعصار انتهى توقف في الماضي ولكن متبقي آثاره اللي هو الدمار اللي أحدثه في مناطق واسعة من السلطنة مثلا مثلا إعصار شاهين وإعصار جونو يعني إعصار شاهين لحد الحين آثاره موجودة على الأرض وإنه انتهى منذ فترة أكثر من عام تمام إذن هنا نستخدم المضارع التام تمام ونلاحظ لازم نحتاج هذه الأفعال البنفسقية اللي تساعد الفعل الأحمر في الباص بارتسيبول الاستخدام الثالث achieved works with just already أيضا لنذكر أعمال تم إنجازها بس عاد نستخدم معها just already انتبهوا يا شباب لموقع just already لازم تعرف موقعهم بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي إذن هنا معنى أعمال أنجزت مثلا I have just drank my tea أنا للتو شربت شاه شاه يعني شاه مالي إذن ما المغزى من ذلك يعني عزمك زميلك أو أنت عزم زميلك قالك I have just drank my tea ما هو المغزى من كلامه ليش يقول ليش ما قالك I drank my tea يعني قبل غلي أيوة استخدم دائما نستخدم يا شباب شيء إنجزناه ونريد أن نوصل لرسال الآخرين أنه ليس لدينا الرغبة في المزيد نستخدم أي أنني للتوقع شربت الشاي وليس لي رغبة في المزيد إذن تمام وأنا معناه أنجزت هذا الشيء ما شفر كل استخدم بأنجزت ولكن هنا أكثر شيء كما قرأت بأنه أنك لم تتوقع أن يسألك شخص عن ذلك يعني ما كنت متوقع I have already fixed your computer يعني ما كنت أنا أصلح كمبيوترك ما توقعت أنك تتصل بي وتسألني هل أنا مخلص يعني معناه أنا خلصته قبل ما أنت تسألني تمام إذن لو استخدمت I have just fixed your computer صح و Already أيضا صح تمام حتى هنا I have already drank my tea أيضا تركب يعني ما شيء كثير بين فرق بس أهم شيء موقع هنيا شباب موقع بين Have وبين الفعل في التصريف الثالث رفت الموقع ممتاز نعم أيضا لازم تعرفوا أنه هذا أشياء انتهت يعني اكتملت يعني صارت خلاص حدثت لكن questions and unfinished work will still and yet أما لنفي شيء يعني تنفي أنك سويت وأنك تمل أو تسأل عنه لا نستخدم just ولا ما يقرب أبدا هذا فقط الأشياء المنجزة نجح أول شيء حال الموقع still وإنت لاحظوا still موقعها شباب بعد الآي ما شرط آي المهم بين قبل الفعل بين الفاعل والفعل المساعد بين الفاعل والفعل المساعد إذن خطأ نقول I haven't still خطأ إذن I still haven't إذن قبل أداة النفي تمام أيضا ما ممكن هنا نحط I still have غلط دائما مع النفي إذن still لا تأتي إلا مع النفي وهذا موقعها معنى ذلك I still haven't prepared the lunch مع ذلك أنني لم أقم بإعداد الطعام إلى الآن إذن ما زلت لم أقم بإعداد الطعام إذن للنفي يا شباب نستخدم still ويت إذن نفسي هنا نلاحظ she has she has cleaned her room yet أين موقع yet وينتلاحظوا موقع آخر القملة آخر القملة إذن مرة ثانية just already للأشياء المنجزة still معنى النفي ويت مع النفي أما للسؤال نسأل عن أشياء إن تم إنجازوها أم لا نستخدم فقط yet يعني ما نستخدم still خطة نقول has still غلط إذن still فقط مع النفي أما مع السؤال yet موقع نفس شي آخر شي she has done her homework has she done his homework yet إذن yet تأتي آخر السؤال تمام لهذه الاستخدامات إذن بقى معنا present perfect continuous الحمار الحمار معناها وشي ما مذكور شي نمتلكه معناه هنا فعل في تصريف ثالث طبعا اللي فيهن إيدي ما فيهن صعوبة لكن الصعوبة الأفعال غير منتظمة هناك الصعوبة يعني يعني ما نحتاج إيت لو هنا إيت نحتاج إيت ما معنى هذه العبارة I have lived in this town before مهن منتظمة مهن المغزى لذلك أنا عنده خبرة سكنت هذه القرية قبل ممتازين إذن هنا المغزى إنه لديه خبرة مثلا واحد يقولك I have been to Germany to Germany before والعلمكم يا شباب مع الباص مع البريزت بيرفكت أبدا لا نستخدم أزمنا منته يعني لا تقول لا سير لا تقول in 2028 أبدا لا نستخدم أزمنا منتهية واضح شباب قصدي 2028 أوكي إذن ما تقول جيبوا زمن غير منتهي كيف يعني زمن غير منتهي شباب لو قلت last year هذا زمن منتهي ولا ما منتهي منتهي أي لكن لو قلت this year هذا العام غير منتهي إذن عادي تحطنا this year I have been to Germany this year أنا كنت في ألمانيا هذا العام لا تقول yesterday yesterday منتهي صح؟ لكن today today غير منتهي اليوم بعد ما انتهى نحن فيه منتصفه كمتو؟ last month منتهي هل أن أستخدم أزمنة منتهية شبابة؟ أبداً حذارة تستخدمون أزمينة منتهية مع البرفكت تمام وين وصلنا إياس أيوة كنت أشرح لكم حاجة مهمة أنت لو قلت I have been to Germany many times عدة مرات إذن لحظة أنه many times أزمينة غير منتهية أنا ما أحدث فيها سنة كده وسنة كده أدت مرات ما المغزى؟ ليش أنا أقولكم هذه الجملة؟ عشان خبرة عندك خبرة عنده خبرة أعرف شوارع يعني سمعت شخص يريد يسافر ومحتاج حد يرافقه يكون خبرة عنده فأقول أنا برافقك أقول ليش؟ أقول I have been to Germany many times because I have been to Germany many times بيفهم أنه عنده خبرة أعرف ممكن أن أتكلم أعرف الشوارع أتكلم ألماني وهكذا إذن هنا للخبرات أو I have seen this film before أنا رأيت هذا أو شاهدت هذا الفيلم سابقا ماذا أريد أن أبين لصديقي؟ أرى أن أعرف عن هذا الفيلم أنا أعرف الأحداث أعرف الأحداث وشايف أنه ومليت منه ما أريد أشوفه مرة ثانية وما أرى بسير معك الصينما ما هكذا يعني هناك مغزة من استخدامنا للبرف بس تستخدم حقا لحجات فقط نذكر خبرات يعني إذا راح مقابلة تحتاجه تبين مثلا I have مثلا I have gone fishing many times يعني شركة مع الصيد ونت راح تسوي مقابلة وتشتغل معهم well I have gone fishing many times أنا ذهبت للصيد عدة مرات ما أنا عندي خبرة في الصيد تعرف كيف الشباك وكيف وهذه الأشياء تمام good how I have driven buses for a long time لاقي بزمن منتهي for a long time نلاحظ for a long time ليس زمن إذن أو since كذا إذن هنا أنا لديك خبرة في قيادة الحافلات فيخلوك مثلا في القيش في النقليات مثلا تمام yes نشوف هنا you ever been to Australia أوكي إيش نسأل بماذا هل ندخل مدى البرد does ولا do لا ما ندخل نسأل بنفس فاعل إذن هنا نحتاج نشوف الفاعل you you نستخدم معه has I'm have 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 you ever been to Australia لكن لو your father لو هنا your father has 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 your father ever been to Australia السؤال لك أن تنوجه إذا كنت قد كنت في أستراليا يعني هل عندك خمرة في أستراليا هل سافرت هل قربت أستراليا أنت عيش في أستراليا طبعا نستبعد هذا لنها الماضي where هنا ليس لها مكان where ليس لها مكان في البرفكت تمام هنا haven't cleaned the kitchen هنا نلاحظ بأنه I haven't قلنا ما هي الكلمة التي نضعها بين الفاعل والفعل المساعد still إذن still still إذن الشيء غير منجز إذن I still haven't cleaned the kitchen زل الفراغ هنا آخر شيء yes I haven't cleaned the kitchen yes نمتازي good have you fixed هنا نلاحظ بأنه سؤال وقلنا مع السؤال نستخدم بس واحدة إيش هي yes yes وموقع حين yes yes أخر شيء أخر جملة نتاب توبيت ممتاز ها أيوة أيوة إذا سؤال أيوة سؤال يعني نسأل عن خبرة نسأل عن عمل إن تم إنجازه مثلا أسألك الحين have you مثلا eating your lunch yet هل تناولت طعامك للتو للآن يعني أنت تجاوبني yes or no إذا أنا أسألك إذا كنت قد أنجزت تناول الطعام أو have you prepared the lunch yet تمام I have drank my tea مالشي جضعه بين have we drank just 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 already أيضا تنفع already نفس شيء she has already here lunch she has already here lunch has ولا had ولا had ولا have had had where من الحمرة ولا الزرق yes yes ويش معناها هذي شوفوا يا شباب هنا شوية الطلاب ما يفهموا يش معنا يا أيها الطائب I eat my lunch I have my lunch إذن يا شباب هنا has أو have بمعنى تناولته الطلاب دائما ما يفهموها يعني ليش have هنا معنى تناولته إذن ممكن أنا أقول I eat my lunch أو I have my lunch إذن ماضي I eat my lunch أنا يعني تناول طعامي أو I had my lunch جحة البرفكت جحة البرفكت I have had my lunch تمام I have had my lunch أو I have eaten sorry I have eaten my lunch أو I have had my lunch انتبهوا الزكي منكم had وين بتكون الزرقة في ذي الأمثلة كلهن هذه الزرقة رابعة هذه أحسنت أنت ذكية أحسنت yes هنا had هذه ما الماضي أي أنا تناولته نفس eat زي والحمر وين بتكون آخر واحد آخر واحد آخر واحد ليش لأنه التصريف الثالث من have التصريف منها had تمام أي أني تناولته إذن عرفت إيش مصدرها have نفس نستخدمها أحيانا بدل eat بدل eat تمام فعادي الطالبة تقول بدل تقول I have just eaten my breakfast يعني الطالبة بدل ما تقول هذه تقول هذه نفسي I have just had my breakfast إذن استبدلنا بدل eaten ب had شباب إذن had نفس المعنى أي تناولته هذا يعني حبيت أشرح حالكم أي تناولته تمام have you this film before have you ما السؤال عن خبرات إذن have you ever have you seen أي have you seen this film before أو ممكن قول have you ever seen this film before ممكن أيضا نضيف إذن أسأله إن كان قد جرب أو لديه خبرة في مشاهدة هذا الفيلم تمام خلصنا من هذا طبعا يديت شيء وقت عشان نشرح لكم ال present perfect هل ناخذه السريع ولا لا استعاد كم من ظراح لك معنى ذلك مرة ثانية بعطيكم break بقى نشوف السحاب لأنه أنا عندي جفاف في الحلق لاحظوا شوية شباب إذا الآن ننتقل إلى present perfect continuous طبعا من شكله يخوف ولكن هو سهل جدا طبعا البرزن سيمثله has أو have تمام البرفكس سيمثله الفعل بين يعني دائما بين من حصلها موجودة عندما تشوفه has وبعدها بين أو have وبعدها بين دائما اختار الفعل في ing طبعا إذن هنا سيعود لنا المستمر ليش أي مكان نشوف في continuous لازم الفعل في ing مرة ثانية عيد عندما نرى الطالب يرى has أو have وهنا كان الفراغ وهنا شاف الفعل في ing فليعلم الطالب بأن هنا سيختار b يعني هكذا لو جاء في الاختبار هكذا i have عطاه فراغ ثم خيار b عطاه b سكرنا الفراغ أوكي cooking إذن الطالب مباشرة سيدرك بأن الإقابة هي ماذا bean bean أيوة تمام إذن انتبهوا has وفعل ing أو have وفعل ing bean يعني 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 هكذا i have bean وعطنك خيار طبعا فراغ أول شي يعطيك فراغ وخيار وخيار كوكد وكوكينج وكوكينج كوكينج إذن وين بتختاره كوكينج ثانية نختار فيها غينجي ما نختار فيها إيدي هاذاك لو ما شابين لو هكذا I have وما شابين وعطيكم فراغ ستختاره وعطيكم وكوكد وين بتختاره كوكد كوكد ثانية ايوه هنا اذا فيها بين تختار فيها ما فيها بين تختار فيها إيدي هنا مضارع تام اما هنا مضارع تام مستمر همتوا الفرق؟ اذا فرق بينهن اذا كيف نفرق بينهن؟ ان هذا فيها بين شباب وفيها ING تمام؟ اوكي اعطيكم مثال عشان تتميزوا بين المضارع التام والمضارع التام المستمر تبهوا يا شباب هالمثال I have played football for a long time مثال الثاني I have been playing football for a long time من ذكي يعرف الفرق بينهن؟ الأولى present continuous الثانية present perfect continuous نعم ماشا اسمه present continuous ماشا آي انجي عشان نقول present perfect continuous present perfect نعم ايش المغزة من استخدام لهذه والمغزة من استخدام لهذه؟ يعني الأولى اللي هو يعني لعب وانتهى أما الثاني لسه بعد بيلعب يعني؟ متازة متازة هنا 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 ما حدد هنا ما حدد هنا لست في اسمه خبرة بس هنا خبرة مستمرة هنا خبرة أي لني لعبته في الماضي الحين معتزل نفس هذا اللاعبين للحين يشتغلوا معلقين رياضيين كانوا يلعبوا اعتزلوا اللاعب خلاص كبيرا في السن باقي الخبرة عندهم إذن لما أنا أقول I have played football فورالومتام أي أنني الآن معتزل لا ألعب ولكن متبقية الخبرة هنا أنا ما زلت ألعب أو أنني توقفت قبل قليل يعني بالساعة ست وأنا جالس ألعب ربما متوقف قبل قليل ومتبقي ومتبقي التعب والعرق ويقول الصنان يعني تعبان جدا ومتبقي التراب تمام حتى لهم خلص إما أنني ما زلت ألعب بعدني أكمل معهم الشوت الثاني أو أنني توقفت قبل قليل ومتبقي التعب تمام مثال آخر موسيقى موسيقى ت bom في منطق أصبح يعني انتهى من فترة بعده دستا بيصير يعني الحدث يعني ما فهمت استوت وخلصت والثاني مستمر للثانية يعني خلصت وقت قصير وبدأ الثاني يعني هنا انتهى المطر متبقي الوادي أو العمي نحن سميهن البرك المائية إذن هنا المطر متوقف متبقي آثار المطر البرك المائية هنا المطر ما زال مستمرا متواصلا إلى الآن فهمتوا يعني هنا معناه انه المطر وآثاره في استغرار يعني فيضانات الآن تحدث فهمتوا الفرق سكروا المايكات شباب لو عندنا أصواتي سكروا المايكات رجاء نشوف الأمثلة وبنفهم المغزى هنا يا شباب أن الاستمرارية موجودة في طبخ الطعام أو أعداد الطعام وهناك أيضا مغزى من ذلك أي أن هناك نتيجة وهي التعب يعني يبدو عليه التعب وأنه الغداء أو الطعام لم يجهز إلى الآن همتوا؟ معنى ذلك أنهم يأكلون منذ الساعة الواحدة ونلاحظ أنه يا شباب هنا أيضا نحتاجهم فور وسنس ما يحتاج عيدا شرحا في البرزنبر كنت نحتاجهم فور وسنس أما البقية ما نحتاجهم تمام؟ إذا يمكن سؤال؟ نعم تفضلي هذا صف كم؟ ثانع عشر أنا صف سأسع ما فكرت يعني لا لا هذا يعني البقية تنفعش هذا لا حال تاسع لكن هذا حال ثانع عشر والحادة عشر هذه البرزنبر استغربت يعني نجازة أجاوب ما فكرت حال تاسع يعني كامل السقوف لا لا هذا حال ثانع عشر بس اليوم من يوم اليوم قلنا ما يجوز أعطوهم إجازة وما نستغلها حسد يعني إجازة نذاكر فيها نيوي تراتوا نستغلها في المذاكرة الرياضيات لكن نمسل لهم ملغايا لاختبارك نيوي ملغايا لاختبارك ما طاح ما طاح ما طاح هل هنا الطالب يحتاج أكل خير آيو إن شاء الله هل الطالب هنا كلتا خير وفيها خير هل الطالب هنا يحتاج أن يعرف الفاعل إن كان مفرد أم جمع نعم 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 لا ليش هذا هنا نحتاج هاس بعد شي استخدمنا هاس أي معnечة بعد هي WT استخدم هاس وبعد الجمع ذي ويو وآي وي نحتاج هام تبهولن هذا لا نحتاج نفسنا هنا أيضا نحتاج وهنا أيضا نحتاج شوفنا نحتاج لازم نعرف مفرد الفاعل هنا أيضا نحتاج علشان نعرف فانتبهولن يا شباب وين فقط ما نحتاج هنا يا شباب في الماضي البسيط ما نحتاج لا نضيف أس ولا غيره نضيف إيدي لأفعال منتظمة أي فعل غير منتظم في الماضي وننفي بنفس أداة النفي للجميع ونسأل بيد للجميع تمام نشوف استخدامات الحين استخدامات البرزن بيرفك كونتينيواص هذي يا شباب نشوف أول استخدام اكشان started in the bus and are still continuing إذن هو الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر نشوف المثال هنا she has been waiting at the bus stop for half an hour هل معنى الباس جوشلها ولا بعدها موجودة تنتظر بعدها تنتظر بعدها تنتظر موجودة بعدها والنتيجة هو أنها تشعر بالملل تشعر بالملل والضيق يعني نشوف من وجهها نقول مالها مسكينة دم عصبة فنقول مالها ليش ما تعصب يا ابن الحلال she has been waiting at the bus stop for half an hour ليش ما تعصب هي مسكينة تنتظر صار لها نص ساعة في محطة الحافلات تمام it has been raining cats and dogs for two days هل المطر توقف أم ما زال؟ توقف لا نزال لم يتوقف لا نزال والمغزة المغزة أن هناك فيضانات إذن معنى ذلك المطر ليومين وهو مستمر من لم يتوقف وطبعا cats and dogs مستحيل أن تمطر السماء قططا وكلابا ولكن الإنجليز استخدمون هذا للتعبير عن مجازة طبعا تعبير مجازة هذا للتعبير عن ماذا يسميه metaphor في الإنجليز metaphor أي التعبير المجازي عن غزارة الأمطار يعني كأنها النفاف قطط الماء قطط وكلاب يعني وشب من غزارة المطر إذن مطر لم يتوقف والنتيجة فيضانات تمام إذن أي شيء فيه يعني استمرار للحدث هو لتأثيره نستخدم present perfect continuous هذا أول استخدام استخدام الثاني actions finished recently إذن أحداث انتهت قبل قليل but I fix the present with for and since والاستخدام هنا for and since بس تؤثر في الحاضر نشوف الأمثلة I have been studying for five hours يعني الحين أنتو صالكم ساعتين ذاكروا إنجليزي معي في الحصة طالبة راحت مع أمها مالش جاية تعبانة مرهقة ليش يا ابنتي يعني الطالبة خلصت الحصة وراحت عند أمها معناها مخلصة ولا ما مخلصة الحصة خلصة خلصة والنتيجة إيش النتيجة اللي إمها تشوف عليها الإرهاق والتعب إذن أيوه غير لما تقول طالبة I am studying now معناها أنا بعد ما زلت ما شيء أيوه ما شيء يعني تتيجة لكن هنا الحدث انتهى ولكن باقي الآثار هو التعب إذن هل هل بعدهم يلعبوا أم خلصين قبل قليل خلصين قبل قليل أيوه ما هي النتيجة الآن التي تبدو عليهم الدعم لا ثار والتعب الحراب يلهس وغابرين كلهم يقولهم روح سبح في الحوض هذا هو استخدامه مرضي انتبهوا يا شباب شوف هنا أريد تنتبهوا لحاق يا شباب بصغر عشان تشوفوا الجدوى الكامل كل حاجة فيها بريزنت معنى ذلك أن تربطها علاقة بالحاضر حتى لو انتهى العادة طبعا نحن الحين لا نستحم حد منكم يستحم لا ولكن نشوف مثال I have a shower twice a day إذن هنا الاستحمام بدأت به أنا منذ صغري هذا العادة بدأت هل لها علاقة في الحاضر نعم علاقة بالحاضر أي أنها سوف تستمر إلى المستقبل إن جحل ال-continus I am having أشواء نعم إذن هل هناك علاقة بالحاضر اللي عنده صوت رجاء نسكي المايك هل هناك علاقة في الحاضر في الاستحمام هذا نعم أنا بدأت استحمال قبل خمس دقائق وبعدني الحين تحدي إذن معنى ذلك تربطه علاقة بال إذن I have أشاور بفور عنده خبرة في الاستحمام معناه الخبرة موجودة إلى الحاضر تمام I have been طبعاً هذه أشاور ما راكبة بنجيب أمثلة أخرى أول شي أريد الطالب يسكي المايك رجاء أعطيني بوزداني ونهض سكي المايك سيد قوله وسكي المايك ما عرف ليش ما عندهم اهتمام أبداً إذن أعيد إذن المضارع طبخة للطعام كل يوم العادة العلاقة بالحاضر هنا ما زالت تطبخ إلى الآن العلاقة بالحاضر شي هاي هي طبقة عدة مرات سابقاً ولكن الخبرة موجودة للحاضر هي مستمر إلى الآن في الطبخ إذن تربط العلاقة بالحاضر أما الماضي لا تربط ه علاقة بالحاضر تمام إذن هذا الماضي إذن الباس سيمبل والباس كونتينيوس والباس بيرفكت جميعها يحتاجها الطالب في كتاب القصة وطبعاً الباس بصل المبني المجهول في الماضي أيضاً يحتاجه الطالب طبعاً أكملنا ساعتين ونصف هذا سوف أشرحه لاحقاً حددوا ليوم أو في ليلة الاختبار المهم أسعدني حضوركم يا شباب طولنا عليكم مضيعنا عليكم الوقت لمدة الرياضيات بس عسى يأجلوها مرة عسى ينطيح مطار تمام إذن سأتوقف عن الشرح يا شباب من البعض بدأ يغادر ترجمة نانسي قنقر